سلام حبيباتي إن شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي إن شاء الله الصحة تكون لباس لأول مرة يدخل القناة نقول لك أهلين وسهلين ومرحبا بك ماذا بيك تفعل الزر باهي لحك كل جديد والمتابعين التاعين نقول لكم نحبكم بالبزاف وشكرا على الدعم أنتعكم الوصفة اليوم كما راكم تشوفو في فاذ ريفة الصلاة راح تجيب لنا بالبزاف راح يحبوها داركم ولا الظياف والأولادك يعني سيتها جات ابننا المكونات كما راكم تشوفو حتى جوتون حتى جوزيتون أخضر أسود سلاطات ماطم روز والبيض هو يعني الأساسي والحواج الخير يعني كان في كل دار زيت خل ملح فلفل أسود اللي هنا أنا درت غير فنجل صغير طاع الروز من خطراش واحدة اللي هنا درت البيضات بزاف يعني بهنمد لحبيبتي وسحبتي كما راكم تشوفو اللي هنا في قفت يعني العظام شرشمتهم وبعدها بعد ما نقيتهم راح نحي المح هذا يعني الأصفر وراح نقص نحاول النقص من الداخل يعني حتى من الأبيض هذاك نحاول أني نقص منه ونجير بالطريقة هذي حتى نكمل البيضات هذي كامل ونفيديو الهنا كما راكم تشوفو يعني بعد ما رديتهم راح نجيب المح الأصفر هذيك وراح نمسو مع بعضها الناحي يعني مرصو صغير به نحتاجو في التزيين في الأخير بعد ما ربصت هذيك الأصفر راح نجيب زيتون أخضر ونقصه فيه الهناي اللي بنات ما حطتش الملح ما خطرش زيتون الأخضر ما غليتوش غير غسلته ملح يعني راح تبقى فيه الملح هذيك على هذيك ما عضفتش ملح للبيض بعد ما راح نخلط الزيتون اللي هنا عندي كمية قليلة برك من يعني البيض وراح ندير هذي كمية من طاق يعني طاق تع الزيت وما نلوحش الزيت اللوح غير الطاق بعدها راح نجيب المايوناز اللوح بشوي ما نلوحش ضربة واحدة يعني كمية كبيرة اللوح غير بشوي ونبدأ اللم حتى نجي خالط متماسك والهنا يعني الإضافات راح تكون على حسب الزوق التاعك راح نجيب البيض هذيك اللي بيتو ونبدأ نحشيه غير بشوي باه ما تفزليش العظمة ولا تتقطع ليه سورتوك يزدنا نقصنا من الأبيض هذك راح جي يعني سلاطة هايلا هايلا بالبزاف وراح تصلح الرمضان ولا لدارك سورتوه الولاد اللي ما يحبوش العظام راح جيهم بنينا بعدها جبت السحنة هذيك بعد اللي درت فيها بهم من مستخلهم معا وحطيت الروز وحطيت عليه الضوء بعدها حطيت مغرف خل وشوي ملح ما حطيتش عليه الزيت اللي حبي يدير يعني لصوص نورمال يديرها أنا يعني مفضل كما هيك وراح جيبنينا بالبزاف وقدرت الثوم كما شدتو وراح نضيف المايوناز يعني بطبيعة الحال بشوي حتى نتلملي الخليط اللي هنا تطبيرها اللي حنقولها لكم يعني ماما اللي علمتني فيها بالك تعرفوها السلاطة كي تكون مذبالة حطوها في الماء ولوحوا عليها مغرف كبيرها تع سكر راح تولي يعني الله يبارك ووقفتها لغرحة راح توقف السلاطة هذيك وما تبينش مذبالة لصوص ثاني يعني تطبيرها تماما كما راكم تشوفو نحط الزيت ونحط الخل فلفل كحل ملح ثوم ونضيف كمية من السكر سيوي يا البنات لصوص هذي راح جيبنينا بالبزاف راح نقص فيها الطماطم بها تطلق لي يعني لغوتها طماطم فلاصوس ومنو يعني الطماطم بعد جي فيها لصوص واذا كان ما كيش راح تستعمل طماطم راح ترحيها فلاصصتاع كديرها السلاطة راح جيبنينا بالبزاف يا البنات صورتوك تضيفوها شوية من السكر بعدها نحطو سلاطة فلاصوس هذي نخلطوها قال هنا يا البنات صحن تقديم هذا وش عندي هذا وش كاين كونجا عندي صحن وحد اخر راح يجي يعني تقديمة جيهايلة انا عندي غير هذا الصحن الباهي يعني خيرته قدمت لكم فيه الكاس هذك تعرز اللي حطيته يعني في الماء سخون يغلي دار لي ثلاث فناجل يعني في نجال واحد كيطاب دال لي ثلاث فناجل كيما راح تشوفو انا الهنا بطبيعة الحال يعني ازو وقت بريزانتيت بالطريقة هذي ونجي راح تديري بطريقة يتساعدك صورتوك يكون سحن اوفال ويكل ساعة راح جي هايلا احنا نحط لطرنش هذو كتاع طماطم مبيناتهم ونجيب البيضة ذاك المحشي يعني بواحد الحشوة وش راح نحكي لكم هايلا صورتونا نموت الزيتون ونموت على المايوناز يعني راح جي هايلا هايلا بعدها راح نحط عليهم مايونازك من الفوق ونحط زيتون الاسود اللي هنا حابة تحطي حبه ولا نص يعني والاحسن تحطي نص وتنحيله العلفة باه ما يدي رانجيش كي جي تابلي ونحطيك نزوق بالطريقة هذي يعني الهنا اختياري وديري ويش تحبيه راح جيب بنينة بنينة بالبزاف صورتو لادك راح يتعجبهم وانتي هنا راح تضيفي مكونات اللي تحبيهم انا استعملت غير مكونات اللي كينين عنده كما راح كنت شوفوا اللي هنازو وقت بالاصفر هذك وشويه ابيض ثانية على العظمة وفرماج يعني اختياري بعدها راح نمسح طماطم هذي كلي ما بيناتهم بالعظمة وهذا هو الطابق يعني جاهيل وجاء يشاهي سيي وهمكم ش راح تندموا واذا كنتم سييين ومن قبل خليولي في التعليقات وقلولي جاكم بنينة ولا ها يعني جا الله يبارك ثاني صاحبتي ضاقاتو وقالت لي يعني طريقة هاي لا واعجبلها بزاف الهنا يعني وصلنا نهاية الفيديو حابة نقولكم نحبكم بزاف وشكرا على الدعم بتاعكم والمشتركات جدد نقول لكم ماذا بيكم تفعلوا زر باهي الحكم كل جديد وما لي اذكرين كلكم في لما انشاء الله في الفيديو الجاي باي باي